تقرير يعني خليني أتكلم عليه سواءة الموتسكلات يعني سواءة الموتسكلات بأنواعها دايماً حتلاقوها مرتبطة بالرجال يعني أنت طول الوقت طبعاً لما بيبقى في سواءة للموتسكلة حتلاقي اللي راكب لكن دلوقتي بدأنا نشوف بنات كتير يعني أنا شخصياً وانا سائقة وبقى شايفة بنات كتير والحقيقة بيعفروا يعني عارف لهو وسط العربيات لا فيه معافرة وبيحولوا أن هما يبقوا موجودين لأن الموتسكل في حد ذاته سريع سهل وسيلة تنقل ممكن البنت تستعملها تمام فبقينا نشوف ده بشكل كبير وخلينا نشوف معاكم في التقرير ده أول شابة بتتعلم قيادة الدراجات البخارية هي بتعلمها بتعلم الناس إزاي يسوقوا الدراجة البخارية لأنها لقيت أنه في قبول يعني ممكن بالذات البنات في الجامعة البنات اللي بيشتغلوا كتير حاسين أنها ممكن تسعيدهم وتبقى وسيلة سريعة جداً للقيادة نشوف إزاي هي بتعلمهم نشوف التقرير ونرجع نكمل معاكم المباراة وبقي فقرات التاسعة حكاية مع الدراجات اللي هي مثلاً عشان سرعة وفي نفس الوقت بتنجزني في مشاوير كتير أحسن كتير من العربية تعلمت من هنا عندي 14 سنة وسوقتي مثلاً سي برضو من 14 سنة حبيت بس السرعة والهواء ويعني ركبت موتسيكل ويعني مثلاً الشكل الحلو كانوا بيستغربوا كمسلاً كشكل وإزاي بنوتا ركبة موتسيكل تقيل وإزاي دامانوال وإزاي أخد بيه غرز أو مشا فيه بطريق استغراب بس مش أكتر بالعكس يعني بيشجعوني يعني أوريدي العوامل الأساسية مثلاً لو أنا هركب موتسيكل طبعاً الخوزة الجوينتي السيفتي مش دايماً الناس كتير قوي بتحب تلبس السيفتي لإني بيدايق في السواءة أوريدي بس أهم حاجة الجوينتي والخوزة الهلمت هو أهم حاجة مثلاً في السوقت الدراجات اللي هو مثلاً السكة بالنفس والتوازن ويعني إزاي أصلاً إمتى أستخدم عقلي أو إمتى أستخدم الزكاء وأنا سيئة أكتر ناس بتطلب التعليم معايا الولاد بصراحة البنات قليل قوي عشان الموتسيكل بيبتقيل بالنسبة لهم لأن أنا بضرب كروز ما بضربش مسلاً ريسين كتير فدايماً بيستقلوا قوي البايك ده فيه طبعاً غير السكوتر طبعاً اللي هو أوتوماتيك أوريدي فيه زي الشادو وفيه زي الرئيس اللي هو مسلاً السوتمية فيه حاجات مناسبة بس للأسف التولي البنت هو اللي بيفرق شوية مش أكتر أحب جداً جداً إن البنت طبع عندها سكة في نفسها وتركب بايك ما تستخدمش مسلاً اللي هو تاخد كلام الناس إن هي مسلاً تزعل لا إنتي بانوتة ركبة بايك لا ما ينفعش عيب مش مجتمعنا لا بالعكس فيه بنات محجبة ركبة سكوتر وفيه بنات عادي زي مسلاً بشعر وبتركب موتسيكلات وكل الكلام ده تاخدش من كلام الناس وخلي سكة بنفسك وإن شاء الله توصل لأكتر من اللي أنا وصلت له بإذن الله اشتركوا في القناة